السلام عليكم معكم احمد حتاحد وفيديو اليوم حنتكلم عن القائمة المنسدلة هاي القائمة المنسدلة شغلة كتير مهمة وكتير مستخدمة بأكسل إلا موجباتة ولا سيئاتة نرجع صفحة المصروف في عنا شي اسمه نوع أثناء دخال مصرفنا عمدخل شي اسمه نوع المصروف هاد نوع كل مرة عم نكتب اللي بدنا يا شو ما عبدنا بنكتب شو ما عبدو بقبل ما في مشكلة طب بركيا نحن نحدد النوع بخمس أو ستة نوع ما يتغيروا بحيث ما يتدخل غيرهم أبدا فشو حنعمل نحن اتفقنا انه هاي خلية نوقف عليها بيظهر اسمه كاسم بهاي المنطقة هاي الخلية H تمعنا هاي الخلية C 11 طيب لو حددنا range بيظهر عندي بس اسم أول خلية H 6 هو المفروض لما بي حدد range ممكن اكتب أنا H H 1 نقطتين H 50 فبحددلي H 1 لH 50 هاد صار متل زر سريع او بياخدني للخلال اللي بدي اياها L 11 مسلا بياخدني لل L 11 A 2 بياخدني لخلية A 2 وهكذا فاسم هاي الخلية A 2 اسم هاي الخلية G 2 فنحن حنعمل قائمة منسدلة هاي القائمة شو هي هي عبارة عن range مثل هاد فيو بيانات بدي اعطي اسم خاص فيه هاد اسم بيقول له كل ما بدخلهم بيانات بيعطيني هناك زر صغير برجع هداك الاسم بيعطيني الخيارات الموجودة فحعمل صفحة جديدة حطة بالاخير حسميه التصنيفات هاي التصنيفات عندي اول شي قائمة حنسميها قائمة النوع وهو دون المصروفات نحط النوع شو عندي انواع المصروفات بيت شخصي مواصلات وعندي اخر شي مثلا تسلية هلا بعمل حركة كبر الخط شوي حددون كبر الصف اعمل لون توسيط وبالنسبة للنوع لانه هي عنوان العمود حطة لون احمر لون ابيض بالخلفية وعمل لون كل لون بوردر هلا ححدد بيت شخصي مواصلات تسلية حوقف على الرنج هاد ووقف على الاسم تبعه اكتب هاي القائمة حسميها نحن وفضلا نسميه بالانجليزي ما بصي نحط فراغات بالتسمية اذا نرمز للفراغ بنرمز له بشفت شغطة بطلع شغطة اندرسكور يعني هلا انا حسميها هاي كاتيجوري تمام اكبس انتر فلما حدد هاد الرنج اسمه كاتيجوري ما طلع لي اي 2 متل العادة او الخلية هلا هيك عندي اي 2 اي 3 و اي 2 اي 2 نفس الشي لال 4 هلا حدده كله بطلع لي كاتيجوري مو بس هيك وهاد الزر اللي صغير بطلع لي شه التسميات اللي عندي بطلع لي بص ظهر كاتيجوري اللي ما يسمي غيره فاتحددت مباشرة هلا برجع على المصروفات بحدد خليه الليدي اعمل له دروب داون ليست القائمة المستدلة اسمها دروب داون ليست بروح على Data Validation Data Validation شغلتها مثل تقيد إدخالات للخلية في عندي أكثر من نوع ضمن Data Validation أول شي دائما بيكون متاح Any Value يعني أي قيمة بدخلة ما في مشكلة يعني ما في تحديدات للخلية إكبس على الخيارات بلاقي عدة خيارات شي اسمه بس أرقام شي اسمه بس أرقام عشرية شي اسمه List Date Time في كتير أشياء حنتعرف عليها إن شاء الله في فيديو قادم نحن اللي بدناها حاليا فقط خيار الليست خيار الليست بيطلع عندي Ignore Blank بيطلع عندي Insel Dropdown بيطلع عندي Source السورس هو حنكتب فيه يساوي واسم القائمة تبعنا فيه خيارين لنكتب اسم القائمة إما حافظينه أو نحن محافظينه نسيانينه ننتبه بهذا المكان ما لازم تشغل بالأسهم أبدا فإما حافظينه أو محافظينه إذا محافظينه بنكبس F3 بالكيبورد بتظهر اللي قائمة فيه جميع القوائم اللي أنا سميه ضمن الأكسل نحن أصلنا Category بيكبس عليه OK أدخله هلا فيش عندي Ignore Blank وإنسل Dropdown إنسل Dropdown خليه دائما مشاك حيث ضمن الخلية نحوق فينا عليها نكبس زر بيظهر لنا ضمن الخلية تطلع للDropdown List ضمن الخلية هلا نجعل الخيار الثاني Input Message يهو أول موقف على الخلية بيطلع لنا مسجة صغيرة فيك تأدخل هون مثلا نوع بصلا يعني اسمه هون نوع المصروف فين يحط لها صح وفين يأم لها مصح هيبحث تظهر أو ما تظهر بشكل عام ما بحب تظهر بس هخليه أشعر نجاح تشوفها Error Alert ليهو أنه إذا دخلت تشغلة مو من القائمة أو تركتها فاضية يا شو هيزهر هيزهر نافذة تقولنا أنه لا Stop مثلا أو Warning ليهو تحذير بحيث أنه بيسمح لك الدخل بس بيقول لك أنه انتبه ما دخلته غلط أو Information لأنه أنت لازم أن تدخل نوع مصروفك مثل استعلام يعني Stop هي ما بدخل لنا لدخل أبدا بالتائل تبعه Stop حنكتب الرجاء الاخترار من القائمة أوكي لا أي رأسا هاي القائمة ظهر لي كسهم صغير بضغط عليه بيظهر لي بيت شخصي مواصلات تسلية نفس اللي أنا كاتب ومكنت هاي القائمة مش حالوته أنه بتقيد دخال البيانات وسيئتها بتقيد دخال البيانات بحيث أنا كتبت بيت طلالي بيت تمام طب بركان دي كتب شغلة جديدة دي كتب بيتي هي نفس معنى البيت بس ما بصير لازم نتقيد كلمة بيت اللي دخلناها وهو بالله يظهر لنا الرجاء الاخترار من القائمة اللي هو الالرت تبع ال Stop اخترنا نحنا X حمراء الرجاء الاخترار من القائمة إما نضغط cancel أو رتري شانعيد الإدخال رتري بيلي رأسا نعيد الإدخال حكتب بيت تمام موجودة هلا أنا بشكل عام زي افعل قائمة بكبس Alt والسهم لتحت تظهر لي شانع نختار ضم الكيبورد ما افعل اللي بديها ما بديها بكبس ال Delete تم تفاضيه طيب أنا لو بدأت كتابي بقلبها أو بدأت اختياري هم ما لازم تتم فاضيه بسا كبسنا نونون ما مش الحال رتري محيناها كبسنا Enter خلاص ما في مشكلة ليش ما في مشكلة لانه Ignore نرجع Data Validation Setting Ignore Blanks يعني ما علش خليه فاضيه من الصح شو ما كبسنا بحيث بلقنا نكتب فيها بدأنا نعدل فيها لازم اما نكتب من ضمن القائمة او ما لازم تركه فاضيه بدأ متلا لقايك فاضيه يعني شو كبس هون في خطأ طلع عندي بعمل Cancel برجع Data Validation Ignore Blanks يعني ما علش خلي فيه Blanks هاي هي القائمة المستدلة وهي تعريف سريع عنه وصلاح بس حلو ان شاء الله السلام عليكم